السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أطفال الأعزاء أتمنى أن تكونوا وكافة أفراد أسركم بألف خير وبالصحة جيدة موضوع درسنا لهذا اليوم هو درس جديد من مادة التربية الإسلامية بعنوان أقدر الآخر وأحترم رأيه أهداف درسنا لهذا اليوم هي كالتالي أحترم آراء زملائي المخالفة لرأيي أناظر أفراد مجموعة بالتي هي أحسن كما جرت العادة في بداية كل حصة لا بد من التذكير بالنقط التي نكون قد استخلصناها بالحصة التي تسبقها إذن ما الواجب علينا نحو الفقراء والمحتاجين؟ في الحصة الماضية قد خالصنا إلى أنه يجب علينا البدل والعطاء وكذلك مساعدة الفقراء والمحتاجين ابتغاء وجه ورد الله تعالى وليس لتحقيق مصلحة شخصية إذن يجب علينا أن نقوم بالتصدق ومساعدة كل الفئات التي تحتاج المساعدة والقيام بالبدل وذلك لنيل الجزاء والأجر والتواب من الله تعالى وليس لتحقيق هدف أو مصلحة شخصية أطفال الأعزاء لنمر إلى موضوعنا لهذا اليوم وهو احترام وتقدير الآخر فقد اخترت لكم وضعية بسيطة جدا تجسد لنا محور درسنا قام عمر رضي الله عنه خطيبا في الناس ينهاهم عن المغالاة في مهور النساء فاستوقفت امرأة كانت حاضرة قائلة ليس ذلك لك يا عمر والله يقول وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا فقال عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر إذن هنا فعمر رضي الله عنه كان خطيبا في الناس كان يقدم خطبة ينهاهم فيها عن المغالاة في مهور النساء أي طلب أشياء تشكل حاجزا وأشياء ذات قيمة غالية جدا تفوق مستوى العشيرة في مهور النساء ذلك يسمى مغالاة في مهور النساء مبالغة فاستوقفت امرأة وصححت ما قاله بناء على دليل فقال عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر أي أن رأي المرأة رأي صحيح واعترف في نفس الوقت بخطائه فهو لم يقم بإسكات المرأة أو نهرها بل تقبل رأيها بالرغم من أنه رأي مخالف لما كان يقول فهو تقبل رأيها ووصفه برأيه الصحيح أي دافع عنه واعترف بخطائه إذن ماذا يستنتج من هذه القصة؟ من خلال هذه القصة يمكننا أن نصل إلى استخلاص وهو كالتالي يجب علينا أن نحترم من يخالفنا الرأي وندافع عن رأيه كما ندافع عن رأينا ويقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم من هنا يتضح لنا أنه من الواجب علينا أن نتقبل الرأي المخالف حتى وإن كان بيننا وبين صاحبه عداوة سنعتبره كأنه من أحد أحبتنا أو أقربائنا ولا نأخذ تلك العداوة أو ذلك المشكلة بعين الاعتبار فالموضوع هنا ليس موضوع العداوة إنما موضوع الرأي المطروح أي موضوع النقاش يجب علينا في هذه الحالة أن ننسى بأن من يطرح الرأي هو عدونا لا يجب علينا أن نقول ما دام عدو لنا فرأيه غير صائب غير صحيح لا يجوز العمل به فهذا ظلم إذن يجب أن نضع مسألة العداوة جانبا ونعتبره كأنه ولي حميم بمعنى قريب عزيز إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر القبائل ويبين لهم طريق الجنة ومكارم الجنة ويبلغ لهم رسالة الله سبحانه وتعالى وكذلك يبين لهم مساوئ جهنم وأهوالها ولكنه لم يكن يكرههم على اتباع رأي أو دين رغما عنهم فذلك خير مثال إذن يجب علينا أن لا نقوم بإكراه الناس على اتباع رأي معين فمن خلال ما سبق نستخلص بأنه يجب علينا أن نحاور الناس بالتي هي أحسن وكذلك يجب علينا أن نحترم رأيهم وإن لم نقتنع به إذ أنه لا يجب علينا أن نفرض رأينا على الآخرين ونكرههم على اتباعه وقد وضعت لكم هنا تطبيق بسيط بغاية تجسيد أو ترسيخ الدرس وهو كالتالي أعين السلوك المقبول فيما يأتي أرفض الرأي الآخر أم أقنع بلطف أناقش بهدوء أدافع عن رأيي بأدب أقدر الشخص في وضعية إعاقة إذن السلوكات المقبولة من بين هذه السلوكات الوارد ذكرها هي كالتالي أقنع بلطف أناقش بهدوء أدافع عن رأيي بأدب وكذلك أقدر الشخص في وضعية إعاقة أطفال الأعزاء أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم درسنا لهذا اليوم وكذلك أتمنى أن أراكم في مؤسستنا في القريب إن شاء الله